اشتركوا في القناة طبعا يابل ما نبدأ في توقعاتنا اي شخص حاب يسمع برجه بس يروح يسمع برجه بيمشي بالشريط هيك بيلاقي برجه او قائمة او اشارة او بطاقة بتدل على برجه يسمع برجه بكون اخذ حاجته واكتفى اما هذا اللي احنا بنحكيه في ناس زي ما انت بتطلب في برجك في ناس بتطلب في المقدمة وفي السؤال وفي الجواب وفي الحركة الفلكية والكواكب وبهمها الموضوع هذا والموضوع الثاني وموضوع الابرج اذا انت ما بهمك هذا الحكي لا دول انه يعني انت مقضي كل الحلقة حكي 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 عشان تعطينا اخر اشي دقيقة توقعات ابراج ياب تسمع برجك ياب ما بعجبك هذا الموضوع ياب ما بعجبك هذا الاشي كامل انت حر يعني ولكن هذا الاشي احنا عملنا استفتاء فيه ومجموعة بدها هذا الاشي ومجموعة بدها هذا الاشي مجموعة بدها الشغلتين مع بعض ومجموعة بدها النهاية فقسمنا الحلقة احنا لثلاث اللي هي حلقة السؤال ايه لها ثلث الحركة الفلكية ايه لها ثلث والابراج الها ثلث الان انت ما عجبك ثلثين وبدك ثلث تروح اسمع ثلثك عجبك تأخذ الموضوع كامل خذه كامل ميت اهلا وسهلا فيك ما عجبك ولا اي اشي عادي بتقدر تروح انت على طول الخط بتعمل ان لايك ما عجبك هذا الموضوع وبتعمل وبتتركني وبتروح وتتابع اي واحد غيري يعني انت مش مجبر انك انت تتابعني او تسمعني لا ببداية الحلقة ولا بنهاية الحلقة اما بالنسبة للتوقعات تاعتنا احنا منحكي توقعات تنطبق على البرج الشمسي وتنطبق ايضا على الطالع ما اننا علاقة بطالعك القمري ولا طالعك الزهري ولا طالعك الباطني ولا البرج الباطني ولا هذا كل ياتو الحكي هذا ما بعنينا الان احنا منحكي عن اشي بعلم بدك اضحك عليك يعني هذه مش من طبعي ما رح اضحك عليك وما رح اجاملك رح احكي الاشي اللي بنطبق على الاشي اللي انا مقتنع فيه تماما انه هو صحيح اما اذا انت بدور على اشي بدك اياه انت اليك ينطبق عليك انت اليك لحالك وروح دور عليه يعني مش عندي مش رح تلاقيه عندي كل المحبة والاحترام والتقدير الكوك الكو يمكن شوي انتو بتحكوا ليش جامد او ليش جاف او ليش بحكي هالحكي هاد انا يا عمي طبيعتي جدي لا بحب اضحك عليكو ولا بحب اجاملكو ولا بحب اني استدرجه ولا بهمني انت عشان داخل تعملي لايكات وكومنتات ومش عارف ايش هذا كل ياتو انا ما بهمني انا عندي علم حاب انو ما اكتمل العلم هاد وفيه بد الناس فيه اللي حاب يستفيد من هذا العلم يسمعني مش حاب يستفيد مش عاجبه هاي الاستفادة مش مقتنع في هذا المجال ما يتابعني وهاي كل الموضوع هذا اريحية الموضوع الان احنا بدنا نحكي عن مسألة او سؤال ايش بيفيدنا علم الفلك او علم الفلك هاد يعني شو المفيد منه او يعني اذا ما فادكش انت لا بالصحة ولا بالمال ولا بالمش عارف ايش يعني ايش بدي يفيد الامة يعني انو تطلع بس على برجه انو عرف برجه يعني هذا الطلاع على الغيب وهذا الطلاع على المش عارف ايش وهاي القصص اللي احنا دائما منتعرض لها من الناس لان هم مش فاهمين شو يعني علم الفلك انا بدي اعطيكو نبذة صغيرة بس هيك وين كنا وين صرنا ويا ريت تركزوا معي في هذا الموضوع هاد لانو هذا الموضوع مهم كثير جدا في القديم زمان ايام الناس القدامى كان اول شغلة بده يتعلمها الطفل او اللي بهمه انو ابنه يطلع نابغة او عالم او بفهم اروح يمسكو وياخدو يحطو عند شيخ طبعا في الدين كله ما في اش اسمه شيخ بس الشيخ كان يطلق عليه لهو الشخص اللي حافظ للقرآن الكريم كان يمسك اي طفل يعلمه كيف يقرأ قرآن الكريم ماشي بعد ما يتعلم القرآن الكريم لازم يتعلم مسألة اساسية لازم يتعلم الرياضيات بعد ما يتعلم الرياضيات لازم يتعلم علم الفلك بيجي واحد بيقول لك لا هذا مش علم الفلك اللي انتو بتحكوا عنه هذا علم الفلك اللي له علاقة بحساب النهار واليوم والليل وحساب النجوم وبداية الموسم ونهاية الموسم عشان اختصر عليك كل هذا اللي انت حكيته جزء من علم الفلك اللي احنا بنشتغله علم الفلك الصحيح هو الو في كل هاي المسائل اللي انت حكيتها هسا احنا المسألة تبعتنا صارت في العصر الحديث يعني في الاجهات اللي جديدة هاي شو اللي صار؟ صار ايجوا اخذوا العلم هذا قسموا من النص النص اللي هو اللي الو علاقة بسرعة الكواكب والكواكب والمجرات والمشعار في ايش واخذوها وحقوا هذا هو علم الفلك الاكاديم العلم اللي يعني الصحيح من وين اخذوه؟ اخذوه من العلم اللي احنا بنشتغل فيه والدلالة على هيك انه كل حساباتهم حساباتنا وكل نظرياتهم نظريتنا وكل اعتمادهم على حركة السرعة وسرعة الكواكب وتراجع الكواكب كلها على الاشي اللي احنا بنحكي حتى منازل البروج بحكوا فيها حتى منازل القمر بحكوا فيها ولكن هم اختلفنا احنا وياهم على اي مسألة انه احنا منقول وكل في فلك يسبحون كل الكون هذا بكل مخلوقاته بكل جماداته بكل ما خلق الله مع هاي الكواكب بدور في فلك واحد وكلنا مرتبطين مع بعض وكلنا منتأثر من كل اشي موجود عشان هيك احنا بنسقط هذه التأثيرات بنسقطها على البني ادمين بنسقطها على الحيوانات بنسقطها على الزرع بنسقطها على الطبيعة بنسقطها على الكوارث بنسقطها على الادوية بنسقطها على الاكتشافات على كل اشي هم بقول لك لا يا عمي هذا الاشي ما له علاقة في هذا الموضوع طبعا مين اللي اجي شد على ايديهم قالوا هم اللي اجوا جديد وهدولا وقالوا احنا شيوخ وبنرجع بنحكي انه في الدين الاسلامي كامل ما في اشي اسمه شيخ واللي كان يطلع على المنبر يحكي هو عالم مش شيخ والعالم لازم يكون عالم في بحر من العلوم من اساس علم الفلك الان بعد ما يتعلموا خلينا نضلنا في صلب الموضوع لانه هذا موضوع كثير كبير وكثير شائك والناس تاهت فيه الان بعد ما يتعلموا علم الفلكات بدخلوا في علوم ثانية ثانوية احنا منسميها ولكنها علوم تخصصية بدخلوا في الكيميا بدخلوا في الفيزياء بيكملوا برياضيات بعدين بدخلوا بالطب بعدين بدخلوا بعلوم اخرى انتوا ما سمعتوا عنها او في بعض الاشخاص اللي ابحروا في مجالات العلوم الروحانية سمع فيها فعلم الفلك هو مفتاح العقل اللي بينم العقل وبكبر العقل وبخلي الانسان يفهم عشان هي كان من الاساس لما يمسكوا الولد الصغير ويعلموا لازم يتعلم مفاتيح علم الفلك لانها هي اللي بتفتح مدارك دماغه بيجي واحد بقول لي طب ودليلك بقول له اذا سمعت في واحد اسمه ابن سينة الطبيب العربي المشهور روح انت على قانون الطب بتاعه امسك اخر مجلد في قانون الطب افتح عليه بتلاقيه قاعد بحكي لك فلك وبحكي لك عن علم الرمل طبعا علم الرمل علم لحاله ولكن اساس العلم اللي بده يدخل من خلاله على علم الرمل هو علم الفلك سمعت في الانطاكي نفس الاشي روح على كتابه بتلاقي في اخر مجلد اخر المجلد تبع كتابه بحكي عن علم الفلك سمعت عن مين ما بدك من كل العلماء الا ييجي يطرح لك مسائل من علم الفلك فعشان هيك تيجي تقول لي علم الفلك حرام لا هم من لما حراموا احنا صرنا اجهل امه وتراجعنا في العلوم لورا وبطلنا نفهم اشي وصرنا من اجهل الامم عشان هيك لما ييجي واحد بده يقول لي حلال وحرام بدخل في متاهة معنا لانه احنا منفهم كيف الرد عليه لانه اول ما تعلمت انا تعلمت القرآن واول ما حفظت حفظت القرآن وبعدين تعلمت في علم الفلك ومن بعد علم الفلك دخلت بتخصصات كثيرة كلها الها علاقة بعلم الفلك اساسا والام والاب لكل العلوم الفلك من خلاله بتتعلم الجفر من خلاله بتتعلم الرمل من خلاله بتتعلم الاوفاق من خلاله بتتعلم الزيارجي من خلاله بتتعلم علم التكسير ومن خلاله بتتعلم علم الحرف ومن خلاله بتعلم الإسقاطات ومن خلاله ومن خلاله بعددلك علوم إلها أول ما إلها آخر ولكن بدون علم الفلك أنت جاهل في كل العلوم الثانية يعني لما بدي يجي شخص يقول لك أنا روحاني اسأل أي مسألة في علم الفلك عن أي كوكب إذا ما جاوبك معناته هو جاهل معناته هو مش روحاني إذا أجى إنسان قال لك أنا بعرف في علم الرمل قل له بس بدي أسألك أنا بالله عن حضيد الكوكب الفلاني وين بكون حضيده وين بكون منتحس وين بكون أوجه هاي السنة إذا ما عرفي جاوبك معناته هو جاهل اسأل عن الخارطة الفلكية إذا ما جاوبك بكون جاهل اسأل عن طالعك إذا ما جاوبك بكون جاهل عشان هيك لما تيجي أنت بدك تدخل على أي علم من العلوم إذا ما تعلمت علم الفلك أنت جاهل هيك بكون أنا أعطيتكو جواب على سؤال كثير صار فيه لغط في الأيام الماضية من بعض الأشخاص منها التحليل والتحريم والدليل والعلاج والمشعلاج يمكن في بعض كنتبه للأسئلة اللي نزلت هاي وفي من بعض الأسئلة أنا ثبتتها بالصفحات يعني حطيتها أول تعليق عشان ينتبهوا على الصيغة اللي بيحكوا فيها اللي هي صيغة اللي بتدل على جهالة المعطي هيك بنكون انتهينا اليوم من فقرتنا هاي خلينا نروح على التوقعات بالنسبة لتوقعاتنا اليوم السبت واحد اثنين اليوم الأول من الشهر الثاني القمر موجود في الحمل رح ينتقل للثور رح يكون أغلب اليوم في منزلة الثورية منزلة الثورية جيدة وبتنفع للبدء بكل شيء وهي غير مناسبة بس لا إظهار أي شيء يعني إظهار سرك إظهار إش أنت مخبي رقم سري أي شيء بتظهره أنت هاي الفترة مش مناسبة لإظهاره مناسبة للسر مناسبة للكتمان ومناسبة لإخفاء الأمور بالنسبة لتأثيرات القمر علينا كلنا لما بيكون موجود في برج الثور منشعر بهاي الفترة أنه إحنا أكثر حذر من ميلة المحافظة على ممتلكاتنا يليل جدا أنه نبحث عن شيء جديد لازم نعتمد على أنفسنا ماديا وما نفكر أنه نقترض المال من مصرف أو من صديق في فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج إدخار يمكن شراء عقار وقضاء وقت ممتع في البيت مشاهدة تلفزيون مثلا بالنسبة لخلو المسار طبعا خلو المسار بدأ قبل حلقتنا هاي بدأ هو الساعة ثلاثة وتسعة دقائق بتوقيت جرينيتش يعني الساعة خمسة وتسعة دقائق بتوقيت الأردن وإحنا منبث الحلقة هاي على الساعة سبعة يعني تقريبا قبل ساعتين ورح يستمر خلو المسار طيلة هاي الليلة لغاية بعد منتصف الليل تقريبا بنص ساعة بتوقيت جرينيتش يعني بتوقيت الأردن الساعة ثنتين وسبعة وعشرين دقيقة وجه الصبح تقريبا أو عند الفجر بنتهي خلو المسار على توقيت جرينيتش الساعة اتناعش وسبعة وعشرين دقيقة بتوقيت جرينيتش بعد منتصف الليل أرجع فهمكوا إياها بعد منتصف الليل الساعة اتناعش بتوقيت جرينيتش بنص ساعة بنتهي خلو المسار بالنسبة للأردن بكون الساعة ثنتين وسبعة وعشرين دقيقة فجرا في خلو المسار في فترة خلو المسار هاي اللي لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال اللي إحنا بدأنا فيه من قبل خلو المسار بالنسبة للزوايا الفلكية اللي رح تكون معنا طبعا ما في غير زاوية وحدة هي زاوية اقتران إيجابية بين القمر و أورانوس رح تكون الساعة 6 و 9 دقائق صباحا هاي الزاوية بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض حكينا أن القمر موجود في برج الثور خلو المسار القادم ما رح يكون في خلو مسار قادم لأنه فترة خلو المسار يعني أقل من دقيقة فعشان هيك إحنا بنحكي ما في خلو مسار بينتقل القمر من الثور للجوزاء فورا رح يكون عملية الانتقال هي الساعة 11 و 28 دقيقة بتوقيت جرينيج بعد الظهر يعني إلى برج الجوزاء من الثور للجوزاء هذا الحكي رح يكون يوم ثلاثة اثنين عمر القمر اليوم القمر بدأ ودخوله لمرحلة الربع عمره سبع أيام في تمام الساعة 8 و 18 دقيقة صباحا بصير عمره ثمان أيام نسبة الإضاءة تاعته 42% يعني ضايا اليوم وبصير 50% اللي هو ربع كامل اللي هو نصف البدر بالضبط بالنسبة لمزاج الكواكب وطباعها لهذا اليوم وانتقالاتها القادمة الشمس في الدلو حتى 19 اثنين المزاج ممتزج القمر في الحمل والثور حتى 3 اثنين المزاج سعيد عطارد في الدلو حتى 3 اثنين المزاج سعيد الزهرة في الحوت حتى 7 اثنين المزاج سعيد المريخ في القوس حتى 16 اثنين المزاج سعيد المشتري في الجدي حتى 14 اثنين المزاج سعيد زحل في الجدي حتى 11.5 المزاج سعيد أورانوس في الثور حتى 15.8 المزاج سعيد نيبتون في الحوت حتى 23.6 المزاج سعيد وبلوتو في الجدي حتى 25.4 المزاج ممتزج وحكينا بالنسبة لأورانوس ونيبتون وبلوتو التواريخ اللي احنا حطناها اللي هي تواريخ بداية التراجع تبعتها وصلنا لتوقعاتنا اليومية برج الحمل انتو نشطين مع هيك ما تبادروا بأي عمل جديد لأنه احنا فترة خلوه المسار حاولوا انه بس تهتموا بالامور اللي انتو بديتوا فيها ما قبل خلوه المسار يعني كملوا الامور اللي بين ايديكو في ساعات الصباح بصير الوضع بحمل معاه فرص مالية ممكن تكون في مفاجآت تدخل نوع من التحسين على ميزانيتكو ممكن اهتمامكو يكون في نظام الفوترة وسداد للديون او المشتريات او الجمعيات يعني ايشي له علاقة بالميزانية تنشطه بالاتصالات وزيارات وبتهتم لترويج لخطة او للقيام بزيارة اتشجع يعني ما تستسلم او تيأس انه لا والله اليوم انا بديش اطلع لا خلي عندك شوي تشجع واطلع لانه راح تلاقي انه الامور بتمشي لصالحك وحكينا انك بتعالج بعض المسائل الادارية والتمولية ممكن يطلب منك الامر نوع من انواع توقيع او متابعة معامل معينة او مراجعة جهة معينة يعني بمعنى اخر هذا يوم رح ينصب كل التفكير فيه يا اما على الزيارات يا اما على الامور المالية برج الثور بيظل التعب مسيطر عليكم لغاية ساعات الفجر بعد ساعات الفجر تصبح ثقتكم بنفسكم كبيرة فيعمكم النشاط بادر بخطوة جديدة بتدعم من مركزكم الاجتماعي القمر في هاي الفترة يعني بعطيكم ميزات واستثناءات بدعوك الجولة بدل جهود من اجل اشاعة السلام او الاصلاح بين الناس او انك انت تدخل وسيط بين اثنين تصلح بينهم او تحاول انك تنهي مشكلة تحاول ترجع علاقة اثنين متزاعملين مع بعض او متخاصمين مع بعض تعاود ترجع تصلحهم او تكون وسيط سلام ما بين اطراف معينين وعندك قدرة كاملة على التفاهم من اجمل ايام الشهر واكثرها دعم هاي الفترة اخذ المبادرة وكون شجاعي يعني ما تستسلم للامور بالشكل المعتاد للايام الماضي لانه الايام الماضي تختلف انت القمر الان موجود عندك برج الجوزاء ابتنشطوا في ساعات ما قبل الفجر بين الاصدقاء ولكن من صباح هذا اليوم يعني بيتطلب منك عدم المبالغة في جهدك الجسماني انجاز ما بوسعك من عمل متراكم اهمي شنكو ما تهملوا صحتكو ما تراهن على الحضوذ بتعاني هاي الفترة اجمالا من الركود ومراوحة المكان لا تجازف لا بصحتك ولا بعلاقاتك لانه افكارك شوي مشوشة والظروف مخيبة للامال ممكن تنصدم في بعض الامور خلال هذا النهار واذا حسيت باي اعراض استثنائية صحية يعني ما تتردد انك انت تراجع طبيب لانه الوضع رح يركز عليك بالفترة هاي وخصوصا انه انت طاقتك شوي ضعيفة ومناعتك شوي رح تكون نازلة فعشان هيك بدك تهتم في مسألة الصحة برج السرطان حافظوا على انجازاتك القائمة في مجال العمل ما تحاولوا تبدأوا بعمل جديد خصوصا من الان لغاية ساعات الفجر واصلوا باي عمل انتوا كنتوا بادئين فيه من قبل مع ساعات الصباح تسعدوا من لقاء الاصدقاء او بتفكروا انك تعملوا لقاءات مع الاصدقاء وتعاونوا معكم او انتوا تتعاونوا معهم ممكن يفاجئكم بعضهم بتصرفات او طلبات معينة ما تتردد انك انت تلبيها او تساعدوا فيها اذا كان بامكانك بترافقك رياح مؤاتية رغم كل الضغوطات اللي بتعيشها انت في الايام هاي اهمش انك تكرر المحاولة اذا اردت الدعم والتأييد فترة مناسبة للانضمام الجمعية او مؤسسة تتلاقى مع كل طموحاتك برج الاسد يعني الامور ما فيها اي تغيير لغاية الصباح عن اليومين اللي مضوا هي هي نفس الامور نفس الروتين رح يكون عليك خلال فترة هذا اليوم لغاية ساعات الصباح عند ساعات الصباح بيصير عندك يوم مناسب للي بيبحث عن عمل اللي عنده تقديم طلب بيقدر يقدمه اللي عنده مقابلي بيقدر يروحي قابل بيقدر تدخل تعديل على عملك على اوضاعك بوسعك اثبات جدارتك للمسؤولين هاي الفترة بنعتبرها احنا فترة مهمة على الصعيد المهني والاجتماعي ممكن شوي هيك يكون فيه نوع من انواع القلق على احد افراد العائلة خلال هذا النهار ممكن انك تواجه او تتواجه انت ومسؤول معين برضو في نفس اللحظة رح يكون فيه نوع من انواع المسؤولية عليك خلال هذا النهار او نوع من انواع العبئ المهني ما ترتبك في المواقف الحساسة الجو العام يعني فيه شوية صعوبة برج العدراء فيه ساعات الصباح بيصلكوا خبر يا من بعيد يا بتنجحوا في السفر او في اتصالات اللي عنده مناسبة او عنده شيء له علاقة بالسفارات او تقديم الطلب لهجرة او الفيز او بحاجة للسفر هذا يوم مناسب لكل هاي المعاملات تزداد رغبتكو في البحث عن قاسم مشترك بجمعكم باحبابكم بترتفع المعنويات وفرص النجاح بشكل كبير راح تكون ظاهر على الساحة في خلال هذا النهار بتعود لا امساك بزمام الامور هاي فترة ايجابية جدا يسهل من خلالها الحوار وبتفرح بخبر او تجاوب معك وفي احتمالي ان يكون فيه سفر محتمل خلال الفترة اللي انت فيها الان او القادمة برج الميزان من ساعات الصباح تتغير الاوضاع وبتمنحك فرصة لمكسب مالي او صلة صلة الها علاقة بشراكي او تعويض ولكن بدك تنتبه على صحتك او صحة قريب اليك بكون بحاجة للرعاية ممكن تفكر بمستقبلك وراحة شيخوختك تاخذ المبادرة في الاتجاه المذكور يعني تأمين بتفكر مثلا والله انا بس اكبر من وين بدي اصرف يعني اذا بدأ روح اتعالج مين بدي يروح معي او مين بدي يكمل معي يعني بصير تفكيرك على المستقبل اكثر اهم ايش انه بالفترة هاي قدم التنازلات والتراجع عن خطوات او قرارات تسببت لك نوع من انواع الازعاج والعدوات خلال الفترة الماضية برج العقرب يعني بتقدروا تواصلوا عمل انتوا بديتوا فيه يعني قبل خلو المسر وما تبادروا بعمل جديد حتى ساعات الصباح من ساعات الصباح بصير الجو كله مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني بوسعك وتعزيز شراكتكم المالية والعاطفية اهم ايش انكم بتكو تحاذروا من الانفعالات يعني صحيح انه شوي انتوا في عندكم نوع من التوتر لدرجة انه صعب التفاهم معاكم ممكن تكون هاي الفترة بتوحملك نوع من الورطة او المشاكل انت بيغنى عنها طبعا كل هذا من وراء انفعالاتك وعصبيتك الجو متوتر وممكن تظهر مشاكل طارئة على الساحة لازم تكون عندك نوع من الصبر وما تتذمر هاي الفترة خالية من الحضوض بدك تصبر يومين ثلاثة لحد يتم القمر يوصل للسرطان بصير الوضع احسن بالنسبة للك برج القوس يعني لغاية ساعات الصباح وانت نفس الوضع الروتيني اللي انت كنت فيه اليومين الماضيات من ساعات الصباح رغم تراكم العمل انتوا قادرين على انجاز حصة الاسد منه نظموا جدوى الغذائكم خذوا قصد كافي من الراحة ما تلتهي بالقشور والامور الثانوية اعتمد على جهودك وطاقدك عشان تحصد الارباح والنجاحات خلال هذا النهار اهم اشي انك تراقب ووضعك الصحي القمر الان موجود في بيتك السادس يعني بمعنى اخر شوي هاي المنطقة لوجود القمر لما بيكون مقابل الورج دائما بيكون ما في طاقة عند صاحبه عشان هيك بتكون عرضة للتعب الصحي وعرضة برضو لا اي شيء له علاقة بالقلق المهني او التوتر المهني او انه ما بتقدر تنجز امورك المهني في خلال الفترة هاي فحاول انك تركز على النقطين هدول صحتك والوضع المهني برج الجدي يعني مع ساعات الصباح نحكي احنا من الان وطول الليل هاي فترة فارغة تماما او فترة بتكرر نفس ما حدث معنا في توقعات الامس ما رح يتغير اشي من ساعات الصباح بترغبوا في التقرب من احبائكو وتعزيز العلاقة معهم بوسعكم ممارسة نشاط فني باطمئن بالكم نسبيا بتجد حليف بدعمك وبدعم تصوراتك اهم ايش انك ما تستسلم بالعكس حاول انك تكرر المحاولة لاي امر في الماضي كان صعب ممكن ترغب في استكشاف مناطق جديدة اتميل للسفر او المشاركة في رحلة عمل هاي الفترة رومانسية وناجحة جدا ولكن ممكن تحمل لك شوية نوع من القلق حول احد الاحباء فحاول تستغل الفترة هاي بكامل جهدك ما ضيعها هيك لان الفترة هاي بالنسبة اليك فترة مناسبة جدا ممكن تعوض من خلالها ايشيء فاتك برج الدلو نفس التوقعات يعني لغاية ساعات الصباح نفسها توقعات اليومين اللي مضت ولكن اللي رح يختلفه من ساعات الصباح لما القمر بنتقل للثور بيكون بيتك الرابع هذا البيت اللي بيدل على البيت على المسكن بوسعك وادخل اي تعديل مطلوب على مساكنكم وتعزيز العلاقة والروابط العائلية اهمش انك ما تسمح لعواطفك بالتأثير على سلوكك واداءك لا تنفعل حتى لو شعرت بالانزعاج اسعى لتحسين موقعك خصوصا في العمل ولتثبيته يدم المساعدة لا اي حد بحتاجها ولكن مش على سبيل انك انت تهمل بيتك واهل بيتك اولى لك فاولى اهتم بالقريب واهتم في المهم وبعدين فكر في الاشي الثانوي برج الحوت من ساعات الصباح بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة بيكون عندكو نوع من انواع التعامل يا مع اخ يا مع جار خلال هذا النهار اهم ايش انك تكون عنصر ايجابي وما تتسبب للنفور لمن حواليك اتفهم الاخرين وكون هادي ما تفوت عليك فرصة المصالحة والتسوي خلال هذا النهار اهم ايش انه اذا كان هذا الامر في الايام الماضي صعب اليوم كرر المحاولة وما تستسلم الامور راح تكون لصالحك بس اهم ايش يدير بالك من انفعلاتك ومن عصبيتك وبيدي انبهك لكمان شغلي حاذر من السرعة والسياقة المتهورة واهم ايش سوء التفاهم هيك منكون انتهينا من توقعتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء